أكدت الأمم المتحدة أن نحو مائتين وتسعين طفلاً لقوحت فهم أثناء عبورهم البحر المتوسط باتجاه أوروبا خلال النصف الأول من هذا العام ولفتت منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونساف إلى أن العدد يوازي ضعف الرقم المسجل في النصف الأول من العام الماضي ودعت المنظمة إلى ضرورة توسيع المسارات الآمنة والميسرة للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا فيما رجحت اليونساف أن يكون العدد الفعلي للضحايا من الأطفال الذين قضوا في البحر أعلى بكثير من الأرقام المسجلة